السلام عليكم اليوم راح نتكلم عن اهم الاجزاء الرئيسية في الافعة اللي هو الرأس يتكون من اللسان والانياب وغدة السم والعين وعضو جيكوب سم طبعا مثل ما انتم شايفين هذه نوع عم الشكية والحبثة والافعة النوامة البعض اعتقد ان اللسان هو مصدر السم او هو الخطر وهذا اعتقاد خاطئ اللسان مسؤول عن التقاط الذبذبات والتقاط التحركات وهو اللي تشم من خلاله عن فرائسها اللسان طبعا مشكوك الى شقين والسبب يعود الى انه يلتقد ذبذبات وبدقة عالية ويرسلها الى عضو جيكوب سن عضو جيكوب سن هو المسؤول عن تحديد اذا كانت هذه فريسة ام غير فريسة خطر ام غير خطر غذاء ام غير غذاء فالافاعي اذا كانت منتبهة تكون حركة اللسان اكثر اذا كانت نائمة اللسان ما يتحرك ابد طبعا مثل ما انتم معارفين ان الافاعي ما عندها جفون عشان كذا تنام عيونها مفتحة اذا تبغى تعرف اذا كان الافعى نائمة وغير نائمة تأكد ما حركت اللسان لان اللسان ما ينشط حركته اذا كانت الافعى نائمة يوجد فتحها لللسان من الامام عشان كذا الافاعي ما هي محتاجة تفك حلقها عشان تطلع لسانها الاسنان الصغيرة هذه ما انتم انتم شايفين هذه المسؤول عن سحب الفرائس الى داخل الافعى هذه هم المعلومات والاشياء اللي لازم الواحد يعرفها عن الافاعي ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة